توقعت مجموعة ميرسك للشحن البحري أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة قطاع الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام الجاري وذكرت الشركة التي ينظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل وحولت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب هجمات قوات الحوثية على السفن في البحر الأحمر ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطوات استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جون بينغ الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا تستغرق يومين في مستهل أول جولة يقوم بها إلى أوروبا منذ جائحة كورونا وتشمل أيضا صربيا والمجر وإن المقرر يعقد جلسة مباحثة بين الرئيسين الفرنسي والصيني وتنضم إليهما رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بقصر الإليزي لمناقشة قضايا التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي وأشرت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات ستركز على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل هذا الصراع وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أنها ستضغط من أجل منافسة عادلة مع الصين خلال محادثة ستجريها مع الرئيس الصيني شي جون بينغ في باريس وقالت فوندرلاين أن الصين تصنع حاليا مع دعم هائل أكثر مما تبيع بسبب انخفاض الطلب الداخلي لديها مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة المعروض من المنتجة الصينية المدعومة وهو ما يؤدي إلى تجارة غير عادلة وكثف الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة التحقيقات في دعم الدولة الصينية لكثير من القطاعات الصينعية خصوصا السيارات الكهربائية قالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن شركة الشيل تغري محادثات مع أرامكو السعودية لبايع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار وتمتلك شركة الشيل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الوقاعة في جنوب شرق أسيا ومن المراجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان إن إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنبيب الغاز بين البلدين وأضاف نوريان أن هناك إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنبيب من حقل غاز جنوب فارس الإيراني إلى إقليمي بروشستان والسند الباكستانيين في 2010 لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية اشتركوا في القناة